اللي حصل ده من صندوق النقد الدولي وهذا القرد بيعد شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصري يعني ان انت لما بتتعامل مع الصندوق هيجي المستثمر بشكل كده أو بآخر اللي بيتابع الاستثمارات في مصر هيعرف ان انت اقتصاد قوي ان انت بتقدر يعني تنظم انك عندك جداول انك قادر ان انت تمشي في الطريق هيبقى فيه حزمة متكاملة بقى من التدابير والاصلاحات الاقتصادية وده حيعزز قدرة الاقتصاد الكلية على موجهة الصدمات الخارجية وبنقول الصدمات لانه الازمة اللي احنا فيها دي الخاصة بيه طبعا اوكرانيا وروسيا هي ازمة ما كانش العالم يتوقعها ابدا كمان حيرفع ده كفاءة سوق الصرف وحيساهم في مضاعفة قيمة الاحتياطي الاجنبي حيدي كمان سماح للبنوك بعمليات الصرف الاجلة للعملاء من الشركات وحيدي كمان زيادة للبضائع والشحنات اللي واخدها طبعا اعتمادات مستندية وحتكون يعني هتوصل لخمسمائة الف دولار هي كانت اقل من ذلك بكتير يعني ازم البنك المركزي كمان هيقدر يساعد المستثمرين وهيساعد كمان الناس اللي بتقوم بعمليات الاستيراد